بحضور وزير التعليم العالي والبحث والابتكار البروفوسير مكاي حسن تيسو شهد قصر الخامس عشر من يناير حفل تخريج الدفع الرابعة من طلاب جامعة إيمي كوسي في مختلف التخصصات الأدبية والعلمية وسط حضور كبير من المهتمين بالشأن التعليم في البلاد تقرير أحمد حامد عبد المشيد بعد طول انتظار وبعد أيام طويلة من الاجتهاد والجد والعمل قضاها الطلاب في الدراسة ها هما اليوم طلاب الدفع الرابعة لجامعة إيمي كوسي يصلون إلى حفل التخرج النهائي حيث ترأس الحفل وزير التعليم العالي والبحث والابتكار مكاي حسن تيسو إضافة إلى رئيس جامعة إيمي كوسي والطاقم الإداري للجامعة وبمشاركة خاصة من قبل الوفد التونسي بقيادة رئيس جامعة صفاقس التونسية المصنفة ضمن أوائل الجامعات عربيا وإفريقيا حيث امتلأت القاعة الرئيسية لقصر الخامس عشر من يناير بالخريجين البالغ عددهم 185 خريجا وبأهالي وأصدقاء المحتفى بهم بدأ الحفل بكلمة من قبل رئيس جامعة إيمي كوسي ألا ريدي كوني أشهد فيها على جهود الطلاب والطاقم التعليمي والإداري للجامعة موضحا بأن هذه هي الدفعة الرابعة من الخريجين بدرجة الليسانس والدفعة الأولى بدرجة الماجستير في مختلف التخصصات كالعلوم الإنسانية والعلوم التقنية وعلوم الاقتصاد مطالبا من الخريجين أن يكونوا على مستوى التوقعات العالية وخدمة الوطن في جميع التخصصات أما رئيس جامعة صفاقس التونسية رفيق بعزيز أثنى على العلاقة الجيدة التي تربط بين جامعة إيمي كوسي وجامعة صفاقس وذلك من خلال الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين البلدين في مجال التعليم العالي والتي سمحت بزيادة التعاون والتبادل الأكاديمي كما أكد بأنه تم الاتفاق على فتح كلية للطب بجامعة إيمي كوسي ابتداء من العام الأكاديمي القادم ويشرف عليها طاقم أكاديمي تونسي ذو خبرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مكاي حسن تايسو قال إنه لا يمكن تحقيق أي تفوق علمي بدون تأطير أكاديمي عالي المستوى والموارد المادية اللازمة مؤكدا في نفس السياق أن جامعة إيمي كوسي تعتبر نموزجا يحتذا به في مجال تطويل ورفع مستوى التعليم العالي في تشاد وأخيرا تم تسليم شهادات التخرج لأوائل الدفعات ومن ثم باقي خرجي مختلف التخصصات وسط أجواء احتفالية كبيرة في سياق متصل ترأس أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مصار حسين صباح اليوم المناسبة التكريمية التي نظمها طلاب كلية العلوم الإنسانية بجامعة أنجمينة بمناسبة حصول اثنين من محاضرية الكلية درجة الدكتوراء كان ذلك بحضور العديد من المسؤولين والأساتذة في مختلف الجامعات والمعاهد التقريب سيد أحمد حسن من جد وجد ومن زرع حصد وبالحصاد الذي حققه كل من الدكتور محمد بريمة حسب النبي وزميله الدكتور أمين إسماعيل بركة يحتفل طلاب وخريجي كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية قسم الجغرافية بجامعة جمينة تكريما للأستاذين سنسي أب بكر أحمد كونه رئيس اللجنة المنظمة وأحد الذين تتلمذ على يدي المحتفى بهما شكر وأثنى وهنأ في كلمة حملت كل المعاني أما كلمة أصدقاء المحنة ورفقاء الدرب للدكتورين تناولت سرد بعض لحظات المعاناة والفرح التي مرى بها خلال الفترة الدراسية وقد قدمها الدكتور جبرين الضيف ولم يذهب رئيس قسم الجغرافية طاه أحمد آدم بعيدا عن سابقيه إلا أنه لفت انتباه السلطات العليا إلى دور المتخصصين الجغرافيين أما الفترة ما قبل الأخيرة كانت محور الاحتفال وفيها تم تكريم الدكتورين على ما حققاه من نجاح في هذا التخصص وكالعادة ما من ساحة في العلم العالي والبحث والابتكار إلا وكان للدكتور حسين مسار حسين نصيب منها الرسالة الأولى للدكتور برعمة حملت عنوان مصادر مياه الشرب خصائصها ومشكلتها في شاد أما الثانية للدكتور أمين إسماعيل بركة وهي مهددات التنمية الزراعية في البيئات الشبه جافة أطلقت صباح اليوم الأمينة العامة النائبة لوزارة المرأة مال الدورة التدريبية التي نظمها الاتحاد النسائي العالمي فرعشاد بالتعاون مع منظمة بلدي للتنمية تقرير محمود مسلفئلة إن للمرأة دور فعال في المجتمع وهي التي تقف بجانب الرجل في تربية النشئ والتخفيف من أعباء الحياء المعيشية وفي هذا السياق نظم الاتحاد النساء العالمي فرعشاد دورة تدريبية لصالح النساء القائدات تحت عنوان كلنا في خدمة الوطن وذلك بالتعاون مع منظمة بلدي للتنمية بهدف تفهيمهن وإلمامهن ببعض الصفات الخاصة بالمرأة القيادية ودورها في المجتمع فضلا عن كيفية ضوابط المرأة في العمل العام إلى جانب معرفة الأخوة في الدين وفقه التعامل مع الآخرين وفق الأسس الحضارية في كلمتها الترحيبية بهذه المناسبة رئيسة الاتحاد النساء العالمي فرعشاد البتول زكريا قالت إن هذه الدورة تمكن النساء على فهم النصوص العالقة في المجالات الخدمية والتربوية ودورها في المجتمع وأن المرأة باعتبارها شريك أساسي للرجل وعامل مهم في تربية وتكوين الأسرة المدير العام لمنظمة بلدي للتنمية يحيى عبدالله أباكر قال إن منظمته ستظل وفية في خدمة الوطن والمواطنين وتهدف إلى مساعدة الشرائح الاجتماعية والوقوف معها في كل المستويات لتحقيق الأهداف المرجوة في البلاد الأمين العام للمجلس العالى للشؤون الإسلامية أكد في كلمته خلال هذه المناسبة بأن المجلس سيستجيب دوما لمثل هذه الأنشطة والبرامج الدينية والتربوية الهادفة للصالحة العام كما يجب على المسلم أن يتعلم دينه يجب على المسلم كذلك أن تتعلم دينها مثل ما يتعلمه الرجل من المجلس العالى للشؤون الإسلامية يكون جنبا بجنب ويساعد بكل ما يملكه من جانبها الأمينة العامة النائبة لوزارة المرأة تضامن الوطن وحماية الطفولة موديل بي نوبانديكسيم أبولين قالت إن تنظيمة وإقامة مثل هذه الدورات ترفع من قدرات المرأة الكادية وتكسبها الفنون والمهارات للمساهمة والرقي بها في جميع النواحي ونعيد للأذهان بأنه خلال يومين من فعاليات الدورة سيستفدن المشاركات العديد من المواضيع المتعلقة بتنوية المرأة القيادية بهدف خدمة المجتمع ترأس صباح اليوم المدير العام للتعليم والتدريب بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة محمد البخاري عمر البداية الرسمية لمسابقات مادة الرياضيات بسنوية إتوال بولير لحضور العديد من المدعوين تقرير محمد حسن أدم بهدف تشجيع التلاميذ ورفع كفاءاتهم وقدراتهم العلمية جاءت الانطلاق الرسمي لمسابقات جائزة جوس في الرياضيات التي نظمتها الثانوية إتوال بولير حيث ترأس المناسبة المدير العام للتعليم والتدريب بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة محمد البخاري عمر وبهضور المدير العام للهيئة الوطنية للامتهانات والمسابقات الأولية ومدير ثانوية إتوال بولير هيكيا جستاف الذي أكد بأن الغرض من تنظيم هذه المسابقة هو تنفيذ سياسة سلطات الأولية في البلاد الروامية إلى تعزيز قطاع التربية والتعليم لمواكبة أسر التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات من ناحيته المدير العام للتدريب والتعليم ما أشاد بجهود اللجنة المنزمة لهذه المسابقات ووصفها بالخطوة الإيجابية بادر هذه لابد نشجيها ونشجي المؤسسين هكذا ونشجي الناس الفعالين فيها ذاته فهذه بادر طيبة وبادر تكون في الرياضيات فمجال الرياضيات يعني مجال مهم من رواحي الرياضيات هي أساس تغيير أو إصلاح الأمة يعني ممكن نغير الأمة بالرياضيات فإذن هنا يعني سعداء جدا بيكون أنه ممكن أن باكن نلقوا إلى الناس رياضيين يقدر يرفوا لنا التهديات ونشير بأن عدد المشاركون في المسابقة حوالي 110 تلميزة يمثلون العديد من سانويات العاصمة عن جمينا العامة والخاصة العربية والفرنسية اشتركوا في القناة